من خمسين سنة وهو بيلعب دور عظيم جدا من خمسين سنة وهو بيقدم الخدمة لملايين من الناس تحديدا الغير قادرين من خمسين سنة وهو بيزود ويمد المنطقة والعالم العربي كله بخبرات وأبحاث ونتائج وعلاجات رفعت من مستوى هذا العلم أو هذا النهج في العالم العربي كله أنا بتكلم عن المعهد القومي للأورام بس نسيت أقول أنه خمسين سنة وهو بيلعب الدور العظيم ده تقريبا تقريبا في صمت بيلعبوا بعلمية بجدية بإنسانية ولكن دون ضوضاء خلينا وإحنا في آخر السنة وإحنا بنعمل حلقات خاصة مش بس الاحتفاء بيها أو ختام السنة بيكون بفقرات مبهجة وترفاهية إنما كمان فقرات تحفزنا أن إحنا نقفل السنة وإحنا مسددين حسابات كتيرة جدا منها المعرفة ومنها التطوع خلينا نتكلم عن المعهد القومي للأورام ونستضيف عميد المعهد القومي للأورام دكتور حاتم أبو القاسم أهلا بكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام أهلا بكتور حاتم أبو القاسم أبو القاسم سنة طبعا بتعني لي كتير لان المعهد انا بقالي تقريبا اكتر من خمسة وعشرين سنة فيه اه حضرت اه تطورات كتيرة في المعهد من ايام ما كان لسه صغير خالص ابتدا يوسع ويوسع والعمليات بتزيد والعمليات بتكتر فشفت التطور كتير طبعا بالنسبة لي اه يعتبر بيت التاني يعني يعني انا بدين لي با بفضل لان اتعلمت فيه وتأسسته كونت حياتي فيه فنفس ان انا ادي له يعني اللي هو يستحق يعني طيب اه احيانا حضرتك وزملائك اللي معنا ده كدر افاضل منهم بحييهم على وجودهم معنا النهاردة ما بيبقاش عندك احساس كده بال مش هاز اقول بالمرارة بس مش ناس كتير مش ناس كتير تعرف قيمة ومدى اتساع اه الخدمة اللي بقدمها المعادة القوام للأورام مش كل الناس تعرف انه ده المكان الاكبر في الشرق الاوسط لتقديم الخدمة العلاجية للأورام ما يعرفوش انه ده المكان الاكبر لتقديم النتائج والابحاث دي كلها معلومات المشتغلين في مهنة الطب عارفينها داخل وخارج مصر نعم عوامل ناس ما يعرفوش الكلام ده طبعا يعني هو احنا بنعتبر الملجأ الاخير يعني دايما كل مكان يبتدي مع الأورام يلاقي حاجة صعبة فيقوله روح المعهد كل الناس في المجال الطبي عارفين ان المعهد هو اكبر مؤسسة وفيها اكبر خبرات موجودة وفيها اكتر تطورات او تحديث بيحصل اول دول احنا بنواكب كل الجديد بيطلع برا بيبقى موجود عندنا فاي حد بيقابله صعبة في اي عيان بيبعاته عندنا على طول من كل الجمهورية احنا بنجلنا اه ناس من اسوان ومن اسيوت ومن اسكندرية ومن كل الاماكن اه دورنا ان احنا ما بنرفضش مريض ما بنرفضش حد بنقبل الحالات كلها وبنحاول نخدم كل الحالات على قد ما نقدر احنا تقريبا بيتردد علينا حوالي ماتين وخمسين الف عيان سنويا ده رقم مهول ده رقم كبير جدا فيه طبعا صعبات عندنا كتير منها قلة الامكانيات المتاحة قلة الاماكن المتاحة ولكن بنقدر ان احنا نتغلب ببعض الناس بتشتغل تقريبا احنا نعتبر المكان الوحيد اللي بيشتغل طول الغات الساعة تسعة وعشرة بالليل عندنا عينين واثناشر بياخدوا علاج وبيعملوا عمليات وبياخدوا الجلسات بتفضل لغات الساعة 11 وعشر واثناشر في معظم الاوقات الايام يعني مع وجود مؤسسات ومستشفات لعلاج الاورام والحقيقة كلها اماكن محمودة واحنا بنشكر نشاطها يعني في كل الاحوال احنا كمان اللي بندعمهم يعني احنا بنقدم لهم الكوادر اللي بيشتغلوا هناك يعني احنا دورنا احنا بنعلم وبندرد الدكاترة وبنعمل بحث علمي وبنعالج المرضى فبنطلع كوادر بتروح هي في الاماكن دي بتعالج يعني احنا تقريبا اكتر احنا لبن يعني 90% من كل مؤسسات الاورام في مصر اللي بيتشتغل فيها ناس متخرجة من المعهد عندنا او متدرابة عندنا انتو اول مؤسسة من نوعها في الشرق الاوسط تتعامل اه بقالنا 50 سنة من سنة 69 69 الافتتاح الافتتاح الانما التأسيس كان 63 وبيجينا كتير من الدول العربية بيتعلمهم عندنا وبيدرسوا عندنا وبيبتدى يجينا ناس من افرقيا يعني احنا عملنا انتفاقية برضو من افريقيا بيبعتولنا ناس عندنا بياخدوا بيدرسوا بيتعلموا يعني هو اكبر مؤسسة في الشرق الاوسط اعتقد بتشتغل في الاورام ده حقيقية ده حقيقية يعني انما خليني يكون واضحة ومعتقدش ان الدكتور حاتم ابن قاسم هيزعل من الوضوح اللي انا هقوله اللي عارفين الجزء العلمي والجزء الجوهري للمعهد عارفين انه مكان عظيم في تقديم الطب انما هو يمكن مبقاش عظيم في تقديم الخدمة المرفهة خليني يقول خليني تكلف الجزئية دي بوضوح دكتور حاتم عشان الناس تسمع من رئيس المعهد اه او من عمين المعهد التفسير اه الحل الخطوات اللي جاية طيب هنقول لحرك انا هدي حرك مثلا انا هعتبر ان المعهد زي الاوتوبيس ساعة وخمسين فرد فكل مؤسسة بتعالج بتقولك ان هاخد الخمسين دول عشان الناس تقعد مرتاحة وواديهم خدمة مظبوط وبيمشع ويقول على كده مش هاخد تاني انا بالنسبالي بيجيلي كل يوم مية ماقدرش اقولهم كده فبضطر ان انا اخليهم طب خد جنبك طب اقعد هنا فبتلاقي ان المية قاعدين بقدر اخدمهم بس بيبقوا متزنقين متضايقين طب استنى المية اتمالة طب خليك بكرة هنقدر نعملك انا ما بقولش عين مش هاخدك او مش هقدر علجك المعهد القومي خالص ما يفعش عارف المريض بس بيبقى عندي اكتر من اللي اقدرات دي يعني هو اكتر من استطاعتي وبالتالي بقوله طب احنا النهاردة مش هنقدر مثلا اشعات انا عندي جهاز بيعمل مية اشعة في اليوم مثلا فخلصت المية طب بس انا عندي ناس تانية طب تعال بكرة هنعملولك بكرة فانت بتبص تلاقي عندي ناس بتتأخر اه عندي ويتنجليست عندي زحمة بتلاقي زحمة برا المعهد انا في ناس كتير جايالي وبقولهم طب هاخدمكم فبضطر ان انا ازحم اخد يبقى فيه زحمة يبقى فيه انتظار شوية ولكن في الاخر انا بديله خدمة مش موجودة في اي حتة احسن من اي مكان في مصر كل حاجة وليها وليها عيب انا ما بقدرش اقول العيان انا اكتفيت كده لا انا مش هقدر اقبل حد تاني عشان انت معهد قومي عشان انا معهد قومي وانا بمثل ان انا الجهة اللي لا يمكن لو انا قلت العيان مش هقدر اخدك مش هلاقي حتة تانية تعالكم وبالتالي ما بقدرش اقوله كده فبقوله طب استنى معايا طيب هساعدك هقدر هقدر عمل لك دي هعملها لك بس ممكن بكرة هعملها لك ممكن يومين هتقعد معايا يومين ثلاثة لدرجة ان انا بدت اتعاون مع مؤسسات عشان بيبقى عندي زي در ضيافة اللي بيجيلي من اينا مثلا وهيقعد معايا فحوصات 4-5 تيام بخليبات ما عنديش مكان ان انا اعادوا في جوه المستشفى فبيقعد في در ضيافة اتفاق تماما عشان يعملوا اه بيبقى عندي ما بقدرش ادخل عيان المستشفى الا اذا كان هياخد خدمة عشان السرير عندي بيشتغل على طول العيان اجهزه من من برة في العيادة يعمل كل فحوصاته زي الوكيوبيشن اللي هو انت عندك مية في المية على طول على طول مية في المية ما عنديش يوم فيه العيادات الاسر العمليات كله كله شغال انا عندي تقريبا بقى نعمل في اليوم في حوالي لا يقل عن عشرين عملية كبرى للعمليات كبرى اه غير بقى المناظير غير الاشعاد غير الحالات اللي هي الاشعات الداخلية يعني كم طبعا ما اعتقدش ان فيه مستشفى في مصر ممكن تعمل هذا الكام مع ان المكان محدود ولا في مصر ولا برا مصر ولا برا مصر ولا في المحيط يعني بس هنبدأ لعام الجزئية خذ الخدمة الطبية ادي لحضرتك مثلا امدي اندرسون في امريكا هي تقريبا بتعالج نفس العدد اللي انا بعلقه بس هي ميزانيتها اتنين مليار دولار سنويا والعدد اللي عندها من الطباء ضعف العدد اللي عنده اقولي تقريبا ميزانيتك كم في المية من الميزانية اللي برا كان في مئتين مليون من اتنين مليار ده تقريبا واحد على مية تقريبا او واحد على ميتين تقريبا من اللي بس نفس العدد بنفس الخدمة بتتقدم بعدد اقل من الاطباء يعني هيظل المعهد القوم الاورام هو الجزء الاهم فيه هو الجزء الطبي هي الموارد البشرية الناس اللي بتشتغل فيه طبعا تبقى مشكلة الامكانيات والخدمات دي اللي بتخلي يمكن ناس كتيرة يبقى عندهم طباع سلبي مع انه طبيا هيعرفة نقولي الطب اللي بتقدم في المعهد هو احسن من اي خدمة طبية بتقدم في مصر سواء كان في الجراحات سواء كان في العلاج الكيماوي سواء كان في العلاج الاشاعي سواء كان في الاشاعات التدخلية والاشاعات سواء كان في التحليل ده ادقى حاجة موجودة واعتقد انا بشوف العينين اللي بتحولولنا من بره لا طبعا المعهد مش بس بيقدم خدمة طبية للناس الحقيقة انا بشوفها بمنظور تاني كمان مش طبي منظور انساني بحث انه انه كتير او تلات تربع اللي بيروحوا بيبقوا عينين وغلابة فبيبقى المسألة متراكمة وكبيرة فلما واحد فيهم بيخف او بيتم مراعاة بشكل طبي انا بحس بالمعجزة اللي بتحصل لانه ما هياش حاجة سهلة حتى المشوار طيب قولي يا بيتور بعد خمسين سنة خلينا نقول انه الخدمة الطبية العظيمة اللي موجودة في المعهد ده لو عايزين نحلم انه يواكبها خدمة تمرضية خدمة مش عايزة اقول فندقية بس استقبال يخلي المريض اللي يروح يعني يبقى يبقى نفسيا اريح ايه ايه الاحلام نعمل ايه محتاجين طبعا نزود الاعداد شوية محتاجين تمريد اكتر من كده عندنا نقص عجز في التمريد عجز في الصيادلة عجز في الفنيين انا بدرب ناس وبعدين بياخدوهم في اماكن تانية علشان لما يلاقي واحد منتضرب كده ومعروف خريج المعهد بياخدو في مكان تاني فممكن الموظف يقعد بالعشر سنين واخد اجازات انا مش مستفيد به وهو موجود وبيشتغل بس هو بيشتغل برا باضعاف المرتب اللي بديه دي لازم يبقى لها حل التكليف او ان الناس تيجي تشتغل برضو يعني لازم يبقى فيه زيادة في الاعداد في الخدمات اللي هم اللي بيخدموا المرضى لازم ازود الاعداد واحاول ازود دخلهم شوية الميزانية انتو المهد القومي تابع لجامعة القاهرة الميزانية بترصد مع موازنة الدولة ولا جامعة القاهرة اللي بتخصص الميزانية لا جامعة القاهرة اللي بتخصص الميزانية بتيجي لجامعة القاهرة وجامعة القاهرة بتوزحها للمستشفيات الجامعية طبعا والمسألة مش سهلة انه طبعا فإحنا تقريبا يعني بقول حياتك حوالي من 60% ل70% من احتياجات المعهد بتيجي من التبرعات في ناس طبعا اللي بيجي كل الناس اللي بتيجي وبتشوف المرضى أو بيجي وبتعالج بهو نفسه بيبقى عندنا في المعهد القوامي بقى لو رام في حاجة ظاهرة كده غريبة مختلفة عن أي مكان بتلقى تبرعات معظم الأماكن اللي بتتلقى تبرعات يعني بتعرف الناس عن طريق إعلانات عن طريق دعايات publicity marketing تسويق المعهد ده أكتر الناس اللي بتتبرع له هم الناس يا إما اللي مروا بخبرة وتلقوا علاج يا إما عارفين ومتأكدين أنه اللي بيحصل جوه بعيد عن الشكل هو خدمة طبية محترمة فإزاي ما بيقول الword of mouth يعني ودي حاجة عظيمة وما بتحصلش في مصر غير في مكانين بس انتو ومركز المنصورة اللي الكولة يعني رأس مالكو الحقيقي هو شغلكو مش مش الدعايات على فكرة بس معلومة مركز المنصورة دكتور غنيم هو من خريج المعهد هو كان مساعد للدكتور إسماعيل السباعي اللي هو مؤسس مراوه رائد تأسيس المعهد هو اتضرب في المعهد وكان شغال في المعهد قبل ما يبتدي افتتح عظيم وهو مركز المنصورة بقى اسمه مركز دكتور غنيم رسمان ودوعة منصور عمر فخلينا نقول مركز غنيم في المؤخرة ابتديتوا تفتتحوا مستشفيات وخدمات صحية تابعة للمعهد عشان يبقى فيه تخصص أكتر ومنها مستشفى سرطان السادي طبعا في حصل في مبنى من احنا كنا مبنيين في مبنى منه حصل زي الأساسات بتاعته كانت مش حصل فيها تغيير فاتطرنا ان احنا نخليه وده كان عمل تكدس للمرضى زيادة فابتدينا نتوسع فاحنا خدنا مستشفى اللي هي في التجمع الأول مستشفى السادي دي 100 سرير تبقتها 100 سرير وخصصناها للسادي دي من 2013 على خمس سنين تعتبر برد أول مستشفى متخصصة لأمراض السادي المستشفى ابتدت من 2013 دلوقتي بيتردد عليها سنويا حوالي 36 ألف مريض سنويا حوالي 6000 مريض في الشهر من أول 2013 دلوقتي عجلنا 230 ألف زيارة لمرضى بتعمل حوالي 1400 عملية في السنة للسادي تعتبر أنا أعتقد تعتبر من أكبر المستشفيات اللي بتشتغل في السادي برضو في الشرق الأوسط لأنه فيش كامل ده مبود ودي برضو مش فاهمة لهاش دعاياتك مش ناس كتيرة يعني الناس اللي راحت عرفت إنما اللي ما يعرفش ما مقراش عنها كتير ما سماش عنها كتير إحنا عندنا مشكلة في الدعاية طبعا لأنه إحنا تعتبر مستشفى حكومي فإحنا ما عندناش موظفين يشتغلوا بالدعاية يعني اللي بيشتغلوا في الدعاية هم موظفين في المعهد بقدر أن أنا أجنب ناس تبقى للعلاقات العامة تبقى تعمل تقابل مرضى ما بيبقوش متخصصين قوي بس بنحاول ندربهم إنما برضو بيبقى مش زي الشركات أو المؤسسات اللي بتعاين ناس مخصوصة للدعاية حاجة تانية أنا دول ما بياخدوش مرتبات من التبرعات يعني إحنا كل اللي بيشتغلوا التبرعات اللي بتيجي كلها بتدخل للمرضى لأن المساعينين عندي موظفين فهما بياخدوا مرتبهم من الحكومة وبالتالي أنا ما بيستقطعش أي جزء من التبرعات اللي بتيجي للمعهد تدخل غير للمرضى ما فيش حاجة لا بتبقى منها مكافآت ولا منها مرتبات ولا منها ناس بتتعاين عليها ولا حاجة كل التبرعات اللي بتيجي للمعهد بتدخل للمرضى فقط طيب مش هيفوتني أنا معايا أعميد لمعهد القوم الأورام وأحد أهم أطباء الأورام واسألك عن العلاجات الجديدة اللي احنا سمعنا احنا فاتر فاتر سمعنا نحكتين النيتشر نشرت حاجة عن كشف طريقة لاختبار ومعرفة وجود إذا كان في وجود خلايا سرطانية في الجسم ويقولوا النتائج مبهرة والعالم كله بيتكلم عن الاختبار ده الحاجة التانية العلاج الجديد اللي فيه علاج جديد ابتدى ناس تتعالج بي دلوقتي لقتل الخلايا السرطانية يعني ديني فكرة كده عن المستحدثات هو طبعا التشخيص كل شوية بيطلع حاجات جديدة بتساهل تشخيصه بتخلد تشخيص أدق والأدوية الدول الجديد اللي طلع ده بيعتبر اللي هو ترك فيوجين انهيبشن ده بيعبارة عن جينات هو القصة في الأورام ان الخلايا العادية الخلايا العادية المفروض ان هي بتتكسر بطريقة معينة عليها كنترول او تحكم بحيث التكسر ما يزيتش بيبقى كل انت محتاجه اللي بيحصل نتيجة مؤسرات خارجية التحكم ده بيروح بيروح ليه نتيجة تغيير في الجينات اللي موجودة في الخلايا نتيجة المؤسرات الخارجية بتعمل زي دراسة للجينات كلها ولما بتلاقي الجين ده موجود او ده حصل تغيير في الخن بتقدر ان انت تهاجمه او تغيره بانك تدي العلاج ده بيضيف طبعا لو اي ورام عنده هذا الجين اتأثر او عنده التغيير ده حصل بيستفيد جدا من عليك فانت لازم تفحص الاول وتشوف تعمل حاجة اللي هو اسمه جين سيكونسينج او دراسة للجينات بتاعته عشان تتأكد انه هو عنده التغيير ده وتبتدي تعالجه بعليك طبعا بيجيب نتيجة كويسة ومكلف جدا مكلف جدا طبعا بس لسه يعني هو لسه ما ابتداش يعني في بداياته وينزل اه بصورة اه على انطاق واسع يعني انما اه من ضمن الحاجات اللي اتعملت ترايز اللي اتعملت لا جايب نتيجة كويسة تصل لسبعين في المية في بعض الحالات اه اه دكتور حاتم ابو الاسم بقعد مع كتير من المشتغلين والمهتمين بدعم اه قضايا السرطان في مصر وفي خارج مصر و اه و لما بتيجي سيرة معهد القوم الاورام اه بحيث ان انا رقابتي طولت بحيث ان انا اشعر بفخر جبير جدا لانهم اه وعن علم وعن يقين عارفين قيمة المعهد ده وبيزودوني دايما بطاقة كده ملهمة بتقول ليه والاخرين انه مهما كان الشكل يمكن ما يكونش براق قوي بس اذا كان الجوهر عظيم زي جوهر معهد القوم الاورام فكوننا لازم بقى فخورين به في كل الاوقات دكتور حاتم ابو الاسم عنيد المعهد القومي للأورام بشترك شكرا جزيلا على وجودك شكرا جزيلا على اشتركوا في القناة